سيتمكن الموظفون في البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم اعتباراً من الأربعاء ولمدة يومين من الإدلاء بأصواتهم المبكرة في الانتخابات العامة الإسرائيلية التي ستجرى يوم الثالث والعشرين من آذار الجاري وسيكون أعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في نيوزلندا أول من يحظى بفرصة التصويت في صندوق الإقتراع هناك وبعد ذلك سيبدأ الاقتراع في 104 صناديق اقتراع في نحو 100 مكتب دبلوماسي لإسرائيل في الخارج وستكون البعثات الدبلوماسية في الساحل الغربي للولايات المتحدة في سان فرانسيسكو واللوس أنجلوس آخر من يشارك في عملية التصويت